موسيقى مساءكم خير احنا دلوقتي وحنا بنتكلم او حالا وحنا جايين للمكان شغلنا حالا وحضرتك مروح لبيتك كان عندنا معاناة دائمة كنا دايما نقول وانا فكرة جدا ان احنا كنا نقول طب خففوا علينا معاناة الطريق طب الواحد يوصل بيته بس مرتاح يوصل شغله مرتاح بس عشان يعرف يشتغل انا فكرة انا شخصية فكرة الوقت اللي انا كنت بشتكي فيه من ده النافسي اوصل شغلي مرتاح عشان اعرف يشتغل كويس اللي احنا بنعيشه النهاردة هو انه دي واحدة من التحديات التي صارت من الماضي ما بقناش نتكلم عن معاناة الطريق الا اذا كان عندي تفصيلة تانية اذا كان لقدر الله في حاجة في حدث جلل يعني لكن الشكل العام احنا عندنا نقلة نوعية في جودة الحياة سببها طرق جيدة ومتاحة وطرق سلكة بمعنانا او بلغتنا الدرجة لكن سؤالنا الكبير انعكاس ده على حاجة اكبر على الاقتصاد مثلا على سمعة الدولة على الاستثمار عامل ازاي شكله ازاي النهاردة احنا متشرفين انه منورنا يا دكتور حسن مهدي استاذ هندسة النقل والطرق في جامعة عين شمس منورنا يا دكتور اهلا بحضر احيانا كده نبقى عايزين نسأل شوية اسئلة كتير ليها دعوة بالارقام بس بصراحة كده يعني انا هقولك يعني يا دكتور ومشاهدين ممكن يوافقوني في الكلام ده ان احنا بنطلخبط من الارقام احنا عارفين انه بحسابات الارقام احنا عملنا طفرة يعني اللي انا بقرأه مثلا سبعة تلاف كيلو متر من الطرق مثلا ايه الارقام الكبيرة دي لكن نفسي حضرتك تشرحها لنا كده بتفصيلة من القاهرة او من مطروح الى اسوان ايه اللي حصل احنا رسمنا شبكة شكلها ايه صحيح يعني مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهد الكريم طبعا الدولة من 2014 اخذت على عطقها الاهتمام بقطاع النقل بكافة ادوات ومش بس النقل البري ايمانا من الدولة بان المشروعات التنمية اللي الدولة حطتها وخطط التنمية بكافة صورها سواء اذا كانت عمرانية او زراعية او صناعية او حتى سياحية مش هتم غير بوجود بنية اساسية قوية وعلى رأس البنية الاساسية اننا يكون عندي شبكة نقل جيدة فبدأت الدولة تقدم حلول جذرية من 2014 ما كان يقدم في العقود الماضية كان بمثابة مسكنات لا يرقع للحلول الجذرية اللي بنعمله دلوقتي هي حلول للاجيال الحالية والاجيال المستقبلية بدأنا بانشاء ما اطلق عليه اسم المشروع القومي للطرق اللي ربط مفاصل الدولة ببعضها شبكة الطرق قبل 2014 كانت بيغلب عليها المحاور الطولية الموازية لنهر النيل من الشمال للجنوب وكانت تفتقر للمحاور العراضية اللي هي بتربط شرق بالغرب فبعد وضع خطة المشروع القومي للطرق كان عندنا محاور عراضية لربط شرق وغرب الجمهورية يعني احنا سامحني يا دكتور يعني احنا عندنا شكل نهر النيل ده اللي احنا عارفينه من الجغرافيا كانت المحاور موازية لها دلوقتي بعندي شبكة عراضية اللي هي بتربط الشرق بالغرب يعني كثير من المحاور اللي انشأت بدءا من صعيد مصر يعني بديل خزان أسوان ضراع وعد منصور غيرها من المحاور يعني حتى لا ننسى بعضها تم انشأها بهدف ربط شبكة طرق شرق وغرب النيل ودي لها مرضود فيه عايز اقول دعم التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي حتى لا تكون هذه المحافظات طريدة للسكان كما كان سابقا لان اهلينا في الصعيد كانوا بينزحوا للمحافظات الكبيرة بحثا عن فرص عمل وعلاج وتعليم فالنهاردة لما يبقى فيه خدمات لما يبقى فيه شبكة بنية أساسية قوية ده معناها اننا بدي فرص للتنمية فرص لاننا عمل مجتمعات عمرانية جديدة فرص ان انا عمل كمان توطين للصناعة في محافظات صعيد مصر وهو ده مخطط يا دكتور يعني لو انا عندي طريق مثلا عرضي بطول 150 كيلو متر مخطط انه يبقى كمان على جانبي طريق صناعات مخطط انه مثلا في منطقة زي أسوان فيها تشكة وشرق العينات وغيرها من المنطقة وبالتالي المصنع هيبقى في المكان ده وبالتالي المدينة اللي هتستقبل المنتج يعني ده موجود من مخطط احنا ليه اختارنا المكان ده عشان نعمل المهور ده هو حاك النقل بيخدم مشروعات التنمية يعني لازم يكون عندي تصور الدولة خطة تنموية الدولة حطاها صناعيا وزراعيا وعمرانيا وبناء عليها البنية الأساسية بما فيها النقل بيخدم هذه المشروعات يعني سؤال حقيق مهم لما نتحدث مثلا عن طريق زي ربط الفرفرة بأسيوت اللي هو ضيروت الفرفرة ده 310 كيلو مثلا أنا اشتغلت في الطريق ده وان وزارة الإسكان نفذته فهو احنا بنعمل الطريق كانت الأرض بتتساوى والأبار بتتعمل والأرض بتتزرع بأحدث أنظمة الزراع فبالتالي ده رد على سؤال حضرتك اننا لما بعمل مشروع ما بقاش مجرد اننا بعمل طريق وانتهى الأمر لا ده أنا بعمل طريقة علشان بيخدم المنتج اللي خارج من المحافظة دي وبالتالي البصنع اللي هيستقبل المنتج نظبوط كده لما نتكلم برضو على شبك الطرق اللي تمت في منطقة الوادي الجديد لما نتكلم عن العوينات الدخلة نتكلم عن الدخلة الفرفرة نتكلم عن العوينات تشكة يعني ألاف الكيلو مترات من الطرق اللي تم رفع كفائتها وتوسعتها حتى تتناسب مع التنمية اللي موجودة احنا شفنا ان الاستصلاح الزراعي اللي موجود في مناطق تشكة والواينات وان ده ممكن يكون سلط غزاء لمصر وطبعا محتاج ان يكون عندي شبكة نقل عشان ننقل معدات زراعية عشان ننقل مخاصيل زراعية وكمان بيصاحب ذلك انشاء مصانع للانتاج الزراعي والصوامع لتغزين الغلال كل هذه الأمور بتتكامل فيما بينها الموضوع ليس فقط طريق أو مجرد وسيلة مواصلات ولكن لما نتحدث عن المدن الجديدة برضو لا ان عندنا مدن جديدة كثيرة على مستوى الجمهورية هذه المدن عشان اقدر اوصلها وابتدي ابني مجتمعات عمرانية وخلخ الكسافات السكانية من حوالين ودنينة دايق اطلع براك اللابد ان يكون عندي شبكة نقل وشبكة طرق عشان اقدر اوصل هناك ده فاية محافظة القاهرة مثلا يعني كان عندنا سؤال اول ما سمعنا انه في العاصمة الادارية الجديدة قد ما فرحنا قد ما قلنا وحنا الناس دي كلها هتروح من العاصمة الادارية وترجع ازاي إلا حصل النهاردة كمحاور يخليني اقول لما العاصمة الادارية تعمل بكامل طاقتها احنا مش قلقانين النهاردة من اي ازدحاب ممكن يحصل كمان عشر سنين مثلا هو طبعا الدولة اشتغلت مش بس على شبكة الطرق لكن اشتغلت على ربط المدن الجديدة بوسائل نقل علشان اقدر اوصل وده سؤال مهم جدا ان النهاردة عشان تقول لي روح اسكن في مدينة جديدة او اشتغل او استثمر او ادرس اقول له حضرتك اول سؤال فيه خدمات ولا لا هروح ازاي فهروح ازاي ديان الدولة مشتغلتش بس على شبكة الطرق وان كان شبكة الطرق طبعا يشهد القاصي وداني ان هناك طفرة كبيرة في محاور سواء اذا كانت توساعة محاور قائمة او انشاء محاور جديدة لكن كمان اشتغلنا على وسائط اخرى للنقل لما نتحدث على مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل لربط العاصمة الادارية الجديدة بتجموات شرق القاهرة بمناطق مدينة نصر والغرب النيل لربط السادس من اكتوبر بزايد بمناطق محافظة الجيزة ده مشروع بيساعد ان الناس تقدر توصل للمدن ديان وتقدر انها تعيش وتستسمر وتدرس يبقى دوان وسيلة اخرى وليس فقط اعتمادا على شبكة النقل البري وفقط لكن كمان عندنا نتحدث عن اتجاه الدولة للدخول في موضوع النقل الاخضر والجر الكهربائي ويمكن مشروع المنور ال LRT اللي هو القطر الكهربائي الخفيف اللي هيربط العاصمة الادارية الجديدة بمناطق مدينة السلام والعشر من رمضان وهيمر بالمحطة التبادلية عند عدل منصور عشان يستطيع مستقل ال LRT أنا أسفة دكتور بس بذكر الترق بقى ومشروعات النقل كمان عايز نسأل حضرك في فاصل قصير ونرجع نسأل على شبكة السكة الحديث القديمة لأنه في ناس تقول لك هوات جديد ما نخصنيش أنا عايز القديم شغلين في التطوير الاتنين بالضبط فاصل قصير ونرجع مع دكتور حسن دكتور حسن بام مش بس يعني هو قصير مذاكر جدا وعنده تفاصيل خاصة جدا تخص كل ما تم من تطوير في سواء في النقل أو في الطرق بعد الحصاد حقيقة عادة مع دكتور حسن حسن أننا كده عادة في محاضرة خصوصية يعني شبكة طرق بتترسم قدامنا ومعلومات وأرقام ودلالات حصلت في السنوات القليلة الماضية خلينا نفرح ونتطمن وكان سؤالي حدثك دكتور قبل الفاصل عن شبكة السكك الحديد كان عندنا برضو واحدة من التحديات المزمنة في حياتنا السكك الحديد وإزاي هي فيها بعض التحديات وكمان قديمة متهلك إيه الجديد اللي حصل في الشبكة يعني السكك الحديد كان بها كثير من التحديات لما نتكلم عن قبل 2014 كانت السكك الحديد مديونة بـ 55 مليار كانت على شفة الانهيار عندنا جرارات بقالها 45 سنة شغالة إصلاح وعمارات أصبح غير مجدي فكلا بد من إحلال وتجديد لهذه الشبكة الدولة اشتغلت في مشروع قومي للنهوض بالسكة الحديد من خلال إصلاح البنية الأساسية وتحويل نظم التحكم والإشارات إلى النظام الإلكتروني لتقليل الاعتماد على أنصر البشري تدريب كمان الكوادر اللي موجودة في السكة الحديد لكيفية التعامل مع التكنولوجيا الجديدة لأن احنا عملنا برضو صفقة تعتبر الأكبر في تاريخ السكة الحديد للشراء جرارات وعربات لنقل بضاءة ونقل ركاب كل هذه الأمور أدت إلى إمكانية استمرار السكة الحديد في تقديم الخدمة لأن بدون ذلك لم تكن السكة الحديد قادرة على الاستمرار وما هنقفلها فكان لابد من هذا الإصلاح الجذري اللي قام ببيت دولة من 2014 طبعا نقول برضو السكة الحديد بيبلغ أطوال السكة الحديدية 9500 كيلو وده من منذ أن أنشئت لم يطرق عليها زيادة في أطوال السكة الحديدية على الرغم من الزيادة السكانية المضطردة اللي وصلنا دلوقتي 103 مليون نسمة وهذه الزيادة المضطردة تتطلب أننا يكون عندي بنية أساسية تواكب هذه الزيادة وهل ده مخطط؟ طبعا نحن شغلين على الأرض دلوقتي في عدة مشروعات منها المشروع الـ LRT أو القطار الكهربائي الخفيف مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل ونتكلم بقى عن القطارات الكهربائية السريعة يعني عندنا ثلاث خطوط للقطارات الكهربائية السريعة من الألين السخنة حتى مطروح 580 كيلو من 6 من أكتوبر حتى مش بس بقى أسوان أبو صنبل بطول 1160 كيلو غرب النيل الله قطر يرحب صنبل مباشر يعني عندنا كمان ربط الغرداء أبل أسر 220 كيلو هذه الخطوط تعتبر طفرة ونقلة نوعية لأن سرعة هيبقى فيها القطارات السريعة اللي بتمشي بسرعة تشغيلية 230 كيلو في الساعة أستطيع أن أنا من هنا الأسوان أوصل 4-5 ساعات أكون وصلت أسوان كل هذه الأمور يعني مطلوبة ما هيش رفاهية أو حاجة زيادة لأن أنا علشان أقدر أن أنا أدعم مشروعات التنمية للدولة حطاها زي ما قلت لحضرتك هي مش مجرد تعالى نعمل مشروع هنا ولكن في خطة مشروعات أنا بعمل شبكة النقل اللي بتخدم مشروعات التنمية للدولة فكان لابد أن يكون عندي هذه الخطوط على وعلى أن دي هيكون لها مرضود كبير وجيد في نقل البضاءة لأن هيكون على هذه الخطوط خطوط نقل البضاءة بسرعة قد تصل إلى 120 كيلو في الساعة يعني معناها أننا نقدر أنقل كونتينرز من المواني البحرية إلى المواني الجافة إلى المناطق اللوجستية إلى مناطق الإنتاج علشان خطر الخطوط دي كمان بتمروا بالمدن الجديدة زي العاشر من رمضان وزي نتكلم عن النبرية نتكلم عن السادات نتكلم عن كثير من الست أكتوبر نتكلم عن المناطق الصناعية اللي ممكن يبقى فيه نقل مباشر من المواني إلى المناطق الصناعية النقل من أجل الاستثمار أو من أجل الاقتصاد من أجل الصناع أنا في حاجة مش عايزة الوقت يسرق أنا من غير ما سأل حدتك فيها الطريق الجديد اللي هو طريق إسكندرية متروح طريق الدولي الساحلي الدولي الساحلي وناس كتير اللي لسه ما راحش بقى وزار الطريق لسه مترقب قوي لكن انتشرت أخبار كتير تقول ده عريض زيادة كبير زيادة اشرح لنا فلسفة الطريق فكرة الدورانات اللي هي كلها عن طريق كباري وعلوية مهمة قوي الناس تفهم إزاي يستخدموا ولا أفهم أصلا فلسفة بناء هذا الطريق بهذا الشكل وبهذا الاتساع فلسفة بناءه معتمدة على أن خطط الدولة إيه للمنطقة دي القطاع الشمالي الغربي من الجمهورية يمكن دولة رئيس الوزراء من شهور كده وهو بيعرض مشروعات التنمية كان أعتقد كان في العيد الماضي كان لما كان بيعرض في مدينة العالمين ما تم العالمين الجديدة ما تم من مشروعات قال إن إحنا مخططين إن إحنا نستوي بـ 30% من الزيادة السكانية في هذه المناطق اللي كانت بتبقى مهجورة 9 شهور في السنة اللي هي كانت موسمية بس شهر أو 2 فترة الصيف وبقيت السنة مفيش حياة فالنهاردة عشان يبقى فيه ساستينبول ديفيلوب منت عشان يبقى فيه استدامة يبقى فيه حياة مستمرة على مدار السنة كان لابد أن يكون عندي مشروعات زي المدن العمرانية الجديدة مشروعات خدمية خدمات من تعليم وفيه جماعات تم إنشاء هناك من مناطق خدمية من مستشفيات من خلافه كل هذه الأمور كانت تتطلب إننا عايز خطة لنقل الزيادة السكانية واستعابها في هذه المناطق يبقى شبكة البنية الأساسية تكون مؤهالة لذلك كنا بنعمل زمان الطرق وبعد سنتين تلاتة نقول إيه لا إحنا عايزين نوسع طريق زي ما قلت الحدك في البداية إن خطة الدولة وفكرها إنه يبقى عندي حلول دائمة للأجيال دي والأجيال المستقبلية طبعا ما تم في التطوير عشان الوقت ما خدناش هو ست مصارات للطريق الرئيسي وأربع مصارات للطريق الدعم الطريق الدعم اللي هو بيخدم على الكيانات المحيطة ومنها القرى السياحية وغير القرى السياحية لو في مجتمعات عمرانية جديدة برضو هيخدم عليها وبالتالي أنا فصلت المرور اللي هو قاصد مناطق مطروح والسلوم اللي هو ممكن يبقى سرعته عالية يعني لو عايزة أبعد يكمل في سكيته ما ينشغلش بقى بالطريق الدعم يمشي في الطريق الرئيسي أو المصار الرئيسي وبالتالي السرعات عالية ومعدلات الأمان المروري أعلى لما نتكلم عن الطريق الدعم هنلاقي سرعات أقل لكن بيخدم مداخل ومخارج فكل واحد منهم ليه وظيفة بيؤديها كباري التسع كباري اللي تم إنشاءهم الكباري الدوران العلوية بيسمح لمستخدم الطريق أنه ينتقل من أي اتجاه من الدعم للرئيسي أو من الرئيسي للدعم في أي اتجاه وده طبعا حلول بتمنع أو بتلغي نقطة التعارض أو الكونفل ما بين حركة المركبات وبعضها وبالتالي أمن حركة المرور ويقلل من معدلات الحوادث اللي ممكن تكون موجودة كل هذه الأمور يعني تعتبر طريق بمواصفات دولية فعلا تم إنشاؤه في فترة زمنية كمان قصيرة وتم إنهاؤه قبل موسم المصائف علشان الناس تستفيد منه أنا بشكورك شكرا جزيلا دكتور حسن عين شمس نورتنا وشكرا على كل هذه المعلومات الكثير اللي يمكن فقرتنا ما تسعهاش لكن على الأقل إحنا يعني استنارنا بكتير من النقاط وتحديدا أنا بالنسبة لي كان سؤال عن الطريق الساحلي نظرا للي إحنا سمعينه من الردود أفعال الناس لسه مستغربة لكن خلينا نستغرب وننبسط ونقول إنه في حاجة جديدة حلوة حصلت في بلدنا ونستخدمها بطريقة آمنة ده الجزء اللي يخصنا ودي مسؤوليتنا كمان دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة أشوفكم إن شاء الله على كل خير